شهدت مدينة تطوان في الأشهر الأخيرة تأسيس مركز نزار لي ملاحي للتنمية الداتية والاستشارات النفسية والأسرية بحي الولاية السلام عليكم دكتور رياحي إيمان طبيبة عامة في مدينة مكتل تجربة ديلي مع الدكتور نزار لي ملاحي الحقيقة أنا جئت أول مرة يعني إيمان فيتاسيوم عن بوحد صديقة ديلي وما كنت نشوف راسي محتاجة هاد الخدمات أو لأن يعني الكوتشين أو كشوف راسي مغمال وما كنت أريد في حياتي ما كان حساس شي تدخل شي مختص ولا شي حاجة وبغيت صغير ناخد فكرة صراحة ولكن نهار اللي جيت وحضرت أول محاضرة ديال الدكتور نزار بصراحة بزاعة الحاجات توضحت لي وبزاعة الحاجات تبدليك لي المفهول دياله في الحياة ديالي لا في طريقة كيف كانت صرف مع ولادي ولا مع المرضى ديالي ولا مع نفسي هادو أشياء اللي أتصرفي يوه وخلوني نتقف نفسي كتار وخلوني نحب نفسي كتار وكن نظن أن هذا الشيء نصح به أي واحد لأنه يلتج أن هذه الخدمات الحمد لله اللي كاني منتوفر عندما في مدينة تطوان هذه المؤسسة هدفها نشر قيام المحبة والبهجة والسلام بين الناس ومساعدتهم على تعلم فنون الحياة لتحقيق ذواتهم مرتكزين على أحدى التدريبات والمهارات العلمية في مجال علم النفس وعلوم الطاقة والتنمية الذاتية السلام عليكم معكم دكتور عيسى الدرتابي أنا جيت مصرورة في المركز دكتور نيزاني ملاحي بغيت نشاطر معكم التجربة ديالي الشخصية اللي كانت في 2016 و2017 في المركز اللي كان عن دكتور نيزار في غرناتا في إسبانيا ومبعد الجلسات اللي كانت مدة ثلاث شهر حسيت واحد تحسن ناجح جدا في الحياة ديالي وتحول ديكالألم والحسن اللي كان عندي بعد الفراق الوالدين ديالي إلى الحمد لله وحي الطمأنينة وحي السلام الداخلي ورجعتنا الرشاقة ديالي والحياة والنشاط يهدف مركز نيزاني ملاحي إلى نشر ثقافة الصحة النفسية والاجتماعية وذلك عبر تنظيم لقاءات وندوات ودورة تدريبية ونشاطات اجتماعية متنوعة بالإضافة إلى تقديم خدمات استشارية وتكوين أطر ومدربين في مجال تلمية ذاتية وصدف سيلك التاني التعليم التانوي تعرفت على الدكتور نيزار تقريبا ما يقرب من سنتين وملي ما تعرفت عليه كان عندي واحد الحاجة كبيرة أنني نبدل واحد تغير جدري في حياتي وفعلا بالفضل دياله والله سبحانه وتعالى طبعا يعني خرجني من واحد المشكلة دام لمدة 17 عام اللي فيه كنت تطريس أنني عيشت شي ضروف ماشي بشخصيتي أنا الحقيقية يعني باش نتأقلم على الوضع وهو فكرني وسأدني أنني نخرج من ذيك العزلة اللي كنت فيها ونرجع الآن على نادية الحقيقية وقد خادت دكتور نيزار لملاحي تجارب ناجحة في العديد من الدول الأوروبية وقد استضافته مختلف قنوات التلفزية الغربية وهذا هو الشيء اللي جعله أنه ناجح ومحبوب عن القلوب الجامع وأنا كنشكره وكنتمنى له التوفيق والمزيد من الأعطاء إن شاء الله باش يفيد واحد شريحة كبيرة من المجتمع اللي ما عارفين شي كيفاش يحياته ومعارفين شي كيفاش يخرجوا الروح والصافات الروح ديالهم باش يستفدوا منه ويعيشوا حياة سعيدة وفي تصالح دائم مع النفس فمرحبا بكم جميعا في مركز دكتور نيزار لملاحي اشتركوا في القناة